أصبح شبه رسمي على أن إبراهيم دياز سيختار المنتخب الوطني المغريب اليوم جميع الأخبار متداولة وكذلك نحن توصلنا بأخبار على أن إبراهيم دياز سيمثل المغريب إن شاء الله اليوم كان الرسمية وهذا النهار حاسم وعلي كان الرسمية سيكون رسمي أمام فريق سلطة ديبيغو على الساعة السادسة والربع كذلك كانوا حصورة منتشرة بواحد شكل يعني ما تخيلوش عبر مواقع التواصل الشماعي ديال إبراهيم دياز مع فوزي القجع اللي هو رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هات الصورة هات الصورة كما كتشوفوا رهباين فوتوشوب شنكونوا واقعيين أنا ممكنش تكون صورة من شي مكتب وفي الخلفية ديال الصورة كنا الصورة ديال إبراهيم دياز اللي هي أصلا يعني مسلوعة اللي كي تصنع اللي كنصوبهم إحنا كاملين عبر الابليكاسيونيس اللي كاينين لأن حتى الوقت ديال ديال ما كين حتى شي صورة يعني أصلية براهيم دياز لابستوني ديال منتخب الوطني المغربي ولكن أخبار الأخيرة ديال نهار اليوم ومربما يعني يكون من بعد المقابلة ديال آآ ريال مادري مربما تكون شي حاجة ألخذ بلي وأخبار توصلنا بها كذلك إحنا يا باللي الرسمية ما نقدروا ننظروا على الرسمية حتى نشوفوها عبر مواقع التواصل الشيماعي عبر حسابات ديال براهيم دياز أو الجامعة من طرف جامعة الملكية المغربية لكرة القدم ولكن تسعود تسعين فاصلة تسعين في المئة الاسبان قطعوا ياسهم مرة هنا شنو كيقول هذا؟ ديال افوينتي نو تيني اوترا كتراغار كمبراهيم يعني نو تيني اوترا كتراغار كمبراهيم كني يصير بلي يعني ديال افوينتي خصي يعيطن ابراهيم ولكن يعني ما يتصل به موالو يعني اونو انتنا يعني واحد من هاد الناس هادو واش فاهمنا؟ المهم كانت منا يعني كما العادة لايكات ديالكم البرتاج على اوسع نطاق مع الاهل والاحباء والاصدقاء ومشوا نشوفوا يعني اخر الاخبار فيما يتعلق بهذا الموضوع كما قلتكم يعني من مصادر جد موثوقة اللي عندنا احتحنا ان يعني يعني صافي يعني الاجراءات كلها تسالت مع الاتحاد الدولي لكرة القدم كي تقال على ان الاتحاد الاسباني خصو يرسل يعني نقولوا حنا في حال داك الملف ديال ابراهيم الجامعة باش يكمل يعني بصفة نهائية ولكن ريال مادريد يعني توصل برسالة من عند الجامعة الاتحاد الدولي يعني اجراءات كلها مسالية بشو بتفاصيل الخط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة النهار اليوم ديال صباح اليوم يعني ومن المغرب هاد مرة كنهضرو من المغرب يعني اخبار كتقول باللي اه يعني حسيمات القضية مئة في المئة كانوا بعض الوثائق بعض الاجراءات واللي غادي نهضرو عليها لان اسمعنا اه هانا شنو هاد صاحبة شنو كتقول له اي هناك ابراهيم دياز اللقاء اكتبقي هاد صاحب نبتي إبراهيم كنش أسماء اللي كيكونوا مثلا إلياس مثلا كين بزر ديال إسماء الأسماء اللي احتال إسم سيب بزر لا بنسبة ولكن إبراهيم ما كنش اسم هذا بنسبة كنش ناس كيقول لك والله والأصول دياله لأن الأب دياله لأنه أولا إبراهيم والأخت دياله شن اسميته دونيا باش عرفوا باللي والأب دياله عبد القادر سوفيان عبد القادر محند أو محند الاسم دياله هو من من الجهادية للريه وهو يعني تزاد في مليلية ومشال الملقة كين واحد المقال تمك يهدر على الأصول ديال إبراهيم دياله اللي بغيت نقول لكم ناس اللي قد تقول ولا وهو ماشي مسلم يعني إذا بحنا ندخل نحتل الديانة كما قلتكم الأب مزوج بسيدة إسبانية رغم دالي يعني باش عرفوا السيدة رام تشبت يعني بالإسلام دياله راهولاده مسلمين أسماء يعني مسلمة إبراهيم آآ دونيا آآ زهيرة آآ يعني أسماء مسلمة سينو إذا ما كانش مسلم قلتك لا واكينا واحصوره هنا كيقول لك والله ومصورين حدا حدا الشجرة والشجرة راكينا بغاربة وعرب الزفرة كي كي تصوروا حداها يعني كم قون قلبه اللي علشي حويج اللي صراحة علاقة وبالنسبة للإسم كيقول لك والله اللي علشي الإبن ديالو كاتب إبراهيم دياس لانا سوف الإبن إبراهيم دياس لانا الاسم كورتو سوف يأتي إبراهيم دياس سوف يكتب إبراهيم عبدالقادر دياس سوف يأتي إبراهيم دياس إبراهيم دياس هنا الإسبان يتعلق الإسم الأم والأب يعني في الناس لي عندهم نصيون اليداد ماشي الناس لي عندهم يعني بطاقة الاقامة لي عندهم نصيون اليداد وانا جيب سديالي مش نوريكم مزيان باش شفهمهم مزيان هنا كينا شي ناس لي ما عرفتشavoir شك يبقوا يقلبوا عنيش اي حاجة سلبية يعني باش نصي باش يبقوا يقلوا ويققوا يقلوا ويقلوا هذا كتوضيح فقط الاوروبا ويسبانيا هنا بأن الحالة كننظر له في اسبانيا يعني كين ثلاثة ديال أسماء انا غادي مغطي الداتو جديد ويمريكم مزيان شو تبهنا مناتي سينو فوالو صعيب القضية باش مناتي انتم ها ها تشوفوا عثمان الحداد بوعصاب repareiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr فقط. الناس الذين لا يشبروا يجب أن يشبروا في الديانة. أما السيدرة والاسم دياله يعني مسلم. الاسم البناج دياله يعني عرب يعني مسلمين. الاسماء والابن دياله يعني مسلم. والأصول دياله. وبالنسبة سمعت تلك يقول ولا ولا ما عندوش الجنسي. راح كينا بزاف ديال الوليدة تخلقوا في أوروبا. الأصول دياله يعني مغربية. كي اللي كيمشي مثلا يعمل البطاقة والباسابورت يعني ديال الولاده. كي اللي أتلقى الملايين ديال الوليدات هنا في أوروبا ما عندوش يعني ذاك الاسم ديال ما عندوش الجنسية آآ مغربية. هذا ما كيعنيش أنه ماشي مغاربا. هار إذا عاونوا يمشي عملوها هذي عملوها. واش فهمنا هذا كان فقط كتوضيح بالنسبة الناس اللي كيشكوا في لف الدين ولا فهذا. هنا أنجلوتتي شنو كي قولا هذا؟ أنجلوتي لها confirmado. settlear ante el celta. y esto es��로 que lei لها dicho. vas a jugar y marcars gol. بالله. يعني اللي يعني اللي بغينا نقولるكم هو أنه اليوم هاد نهار هذا..\ مربما غادي خروشي قارا. يعني من الجيهة ديال الى المغرب يعني ماذا فعلت ؟ فقط اخوار اماركاراس نعم ما أريد أن أقول لكم هو أن اليوم هذا النهر من المغرب لذلك لذلك إبراهيم دياز تسلو الإجراءات كاملة من الصحفي جميعهم كلهم ينشروا مش غير هذا بزاف لذلك لذلك وحتى حتى سوف نقوم بها وإذا الرسمية إما على الجامعة حتى تكون رسمية ولكن الصورة سوف نقوم بمجرد فتوشوب سوف نقوم بمجرد فتوشوب ممكن أن تصور في مكتب أو أوتيل أو من أعرفين وصورة إبراهيم سوف تكون في الخلفية وقام بمجرد وقام بمجرد أجل سوف تكون سوف تكون وقام بمجرد بمجرد أجل وقام بمجرد وقام بمجرد وقام بمجرد وقام بمجرد هذه الصحيفة هذه الصحيفة لأن حتى مدر المتخب إسباني كان لابد وقام بمجرد وقام بمجرد ولكن هو يقوم بمجرد لكن إبراهيم ما تشدد أيضًا يجب للعب مجرد يعني كين لاعبين للنبيل ديالهم ناقص على إبراهيم دياس وكيعطيهم قيمة واهتمام كبير عكس إبراهيم دياس حل يشبر العكس معه يعني من الأول ديلاف وينتي وهذا هو السبب الرئيسي اللي خلى إبراهيم دياس على أنه يختار المغرب من غير هذا الشي هذا كامل يعني الأخبار اللي جايبين يعني كنشاركوها معكم هذا الأسبوع كامل يعني خير دليل على أن إبراهيم دياس اختار المنتخب الوطني المغربي آخرها وهو الصورة يعني اللي تنشرات أمام ضريع محمد الخامس بالرباط زب الناس قال لك لا وهو الصورة قديمة فعلا الصورة قديمة رهبينها غير من اللباس رهه اللباس صيفي ولكن يعني ذاك الصورة تنشرات نشرات يعني فعيد المرأة يعني باش هات سيدة اللي هي ديال الأخت ديال إبراهيم دياس يعني تنشر هات السورة يعني في هاد الوقت ديال لي كين هاد الجدل بزاب يعني على الاختيار ديال الأخ دياله فانزلت هات السورة يعني من المغرب هذا ولو كين اللي غادي تبلونه بيرو هات السورة يعني كتعني الكاتير كذلك المتابعة ديال أخت دياله متابعة ديال أم دياله يعني الباش ديال المنتخب آآ المغربي حتى هي يعني الكتير. هنا هذي شنو كتقول هذي? De La Fuente no tiene otra que tragar con Ibrahim. En medio de un momento lleno de tensiones y expectativas, Luis De La Fuente, el entrenador de la selección, se encuentra entre una encrucijada importante en el fútbol nacional. Con la fecha del 15 de marzo en Las Rozas, acercándose rápidamente el técnico, sabe que no tiene otra opción que llamar a Ibrahim Díaz. En diciembre de esta límite, esta límite de La Fuente en el que se pone en un lugar difícil con la mezcla, dice que la esposa no quiere, pero no quiere seguir el majeyaje de la iglesia. La plusiva no tiene otra, no tiene otra. لأنه لا يوجد البديل على أنه يعيطل إبراهيم لأنه حتى في حالة الصحافة أو الجامعة أو ريال مادريد يعتبوه ويعقبوه على هذا الشيء فأيقول لهم أنا يعيطلوه هو ما بغاشي فأيقول للمقابل للمقابل الجامعة الملكية المغربية وقرات القدم برئاسة فوزي القجاع يعطيناه اهتمام كبير وعطيناه وعطيناه يعني الحب كبير يعني معاملة وعطيناه الكارين يعني يدلينه بزاف يعني بدريجة وكما يقول هل يقول في مطالة الناسية يجب أن يكون ما يحصل على الناسية في كل محاولة يمكن أن يكون تجد التجديد العقل مع المنتخب الإسباني في حالة إبراهيم دياز يعني إذا إبراهيم دياز يعني إفلت ومشت مع المنتخب الإسباني وكي قولو يعني إستاين خويغو يعني كان هدرو لا من ناحية السياسية ولا من الرياضية يعني القضية يعني قولوا بالجامعة يعني قولوا بالإصافي ولكن دي رفو أنت سابر aquí dice aquí dice la expectación es enorme y a menos que algo inesperado ocurra es muy probable que veamos al joven talento en la convocatoria de Luis de la Fuente sin embargo en este juego de decisiones no habrá tratos especiales para nadie la selección española tiene sus principios claros y solo el rendimiento mancada el camino no 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 اليوم من بعد اللقاء ما ربما غادي تكون شي حاجة الأخبار يعني اللي توصلنا بها حتى احنا واللي منتاشرة يعني بكثرة عبر مواقع التواصل الشيماعي تؤكد أنه يعني قدروا نقولوا حتى مئة في المئة ولكن ذلك مئة في المئة ما نقولوها حتى نشوفوا يعني الرسمية من عند الجامعة الملكية المغربية يعني هم يقدروا شي خرجوا احتراما يعني بحل الجامعة ما تقدرش خرج ولكن اللاعب يقدر يقول مثلا أنا يعني اخترتوا اللاعب المنتخب الوطن المغربية أو سومتي المغرب اللاعب يقدر يقول لا ولكن الجامعة لا يعني حتى يعني تم أو الليستة يعني يعطيها المدرب أو يعني حتى النهار 15 أو الـ 14 جمعة 15 عادي يقدروا يعطيه الرسمية أما اللاعب سيقدر يعطي الرسمية ولكن كين تسريبات كين تسريبات من عند الجامعة الناس المقربين صعبية ومدام يعني خرجوا هذه السريبات إذن يعني 100 في 100 إبراهيم ديازي اختار تمتيل منتخب الوطني المغربي المهم كانت منه يعني في أقرب وقت أننا يعني نعطيه الرسمية ديها لهذا الخبر إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر